ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط محمد شتاتو الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي المتخصص في الشؤون الدولية مرحبا بكم معنا أستاذ الكريم أهلا سهلا بداية لماذا نجح هذا القرار في مجلس الأمن فيما فشل فيه المقترح الأمريكي الذي وصف بالمسيس والمشروط نجح القرار لأن أغلبية الدول تساند هذا القرار ولأن أمريكا تعطي فكرة للعالم العربي أنها تريد مخرجا لهذه الأزمة وخاصة في النصف الثاني من شهر رمضان ففي الحقيقة هذا القرار أقول بأنه ضر نوع من الضحك على الدقون لأنه غير ملزم لإسرائيل وسوف تستمر إسرائيل في القصف والتجويع والتهجير والضمار ولن تتوقف بسبب هذا القرار ولكن ربما هذا لكنه خلق ردود فعل قوية داخل إسرائيل ردود فعل طبعا ستكون داخل إسرائيل وخارج إسرائيل ولكن ربما هو انفراجا وبداية لأن هذا القرار أولا لا يتكلم على إيقاف أو وقف إطلاق النار الدائم هو نوع من الهدنة وهذه الهدنة لن تستمر طويلا لأن إسرائيل لن تتوقف عند هذا الحد إسرائيل تريد تدمير الشعب الفلسطيني وتريد تدمير أولا الحماس ثم الشعب الفلسطيني وتريد القضاء على فكرة استقلال فلسطين وعلى فكرة الدولة الفلسطينية منذ البداية يعني منذ بداية هذا الحرب ولن تتوقف ونرى أن أمريكا بنفسها لم تتطوت لهذا القرار ولم تستعمل فيتو لأنها استعملت أكثر من مرة فيتو في قرارات سابقة وترى أمريكا نفسها أن هذا القرار غير ملزم في النهاية لكن إسرائيل يعني اليوم أوقفت بشكل يمكن أن نعتبره مؤقت التنسيق العسكري مع إسرائيل يعني شكل العلاقات الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل يعني اختلف مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت هل سيمثل هذا القرار برأيك ربما تغييرا تغييرا ولو جزئيا في سياسة الولايات المتحدة تجاه ما يحدث في غزة لا أظن لأن الولايات المتحدة ما زالت تفتح كل خزائل الأسلحة لإسرائيل وتموّل إسرائيل بكل الوسائل فهذا قرار سياسي ليس عسكري والذي يهمنا هو وقف إطلاق النار الدائم وخروج إسرائيل من غزة ولا نرى مخرجا لهذه الأزمة الآن في الوقت الحاضر مع هذا القرار أمريكا أو بايدن يتخوف من الانتخابات القادمة لأنه معظم الشباب في أمريكا ربما لن يصوتوا لصالح بايدن نتيجة هذه الحرب المدمرة في فلسطين وهو يتخوف من ذلك وحتى أنه غريمه ربما سينجح في هذه الانتخابات فيه النهاية ما يهم كما قلت هو الوضع على الأرض والوقف الدائم وحتى الفور لإطلاق النار يعني يأتي هذا القرار في الوقت الذي يتعنت فيه بن يمين نتنياهو ويتمسك بالاشتياح البري يعني لرفح رغم الرفض الأمريكا هل يمكن لهذا القرار ربما أن يغير شيئا؟ لا أظن هذا قرار غير منزم ولا أظن أن إسرائيل ستلتزم بهذا القرار في النهاية لأن إسرائيل تريد الدخول إلى رفح للقضاء على الكتائب الفلسطينية الموجودة كتائب حماس الموجودة في رفح وللقضاء على فكرة كما قلت الدولة الفلسطينية أن تقتل فكرة الدولة الفلسطينية ولن تتوقف عند هذا الحد ونتنياهو يعرف أنه بعد هذه الحرب سوف يكون مآله السجن والمحاكمة وهو لا يريد أن تتوقف هذه الحرب لكي لا يذهب إلى السجن في النهاية حتى بايدن في نصحه لبن يمين يتنياهو يقول بأن القضاء على حماس بالقوة أمر غير ممكن وبالتالي ما مآلت هذه الحرب وأي تأثير أيضا للعمل العربي المشترك والمفاوضات الدؤوبة في أكثر من عاصمة عربية ودولية المفاوضات مع الأسف الشديد تستمر منذ ستة أشهر إلى ما لا نهاية ولم تصل إلى أي نتيجة تذكر في الوقت الحاضر فأصبحت مسرحية في حد ذاتها لأنها لم ترضي إلى أي شيء أفضت إلى يدنا قطيرة جدا والآن الأمور مستمرة وإسرائيل تستمر في القتل وفي التهجير وفي التجويع تستعمل سلاح الجوع للفلسطينيين ولا أظن أن إسرائيل ناتنياهو سوف تتوقف أو تلتزم بهذا القرار والأمور ستستمر كما هو الحال لأن أمريكا لم تظهر للعالم أنها تريد حقا إيقاف هذه الحرب في الوقت الحاضر محمد الشاتو الأستاذ الجامعة والمحلل السياسي المتخصص في شؤون الدولية كنت معنا من الرباط شكرا جزيلا لك